عقل في العاصمة المواقعة عدن اللقاء العلمي الثاني الذي نظمته الهيئة الاستشارية لطب المخ والأعصاب في عدن وجمعية أطباء القلب والشركة الدولية فارما كير بمناسبة اليوم العالمي للسكتة الدماغية وذلك للتذكير بأهمية السكتة الدماغية تفاصيل أوفى في التقرير الذي أعدته الزميلة انتصار عبدالجليل ودّة اليوم في العاصمة المواقعة عدن اللقاء العلمي الثاني والذي نظمته الهيئة الاستشارية للطب المخ والأعصاب في عدن وجمعية طب القلب والشركة الدولية فارما كير بمناسبة اليوم العالمي للسكتة الدماغية للتذكير بأهمية هذه المناسبة وذلك بحضور الدكتور محمد السعدي رئيس جمعية طب القلب والدكتور عبدالله القاضي رئيس الهيئة الشعرية لطب المخ والعصاب عدن والدكتور أمجات عبدالعظيم مشرف الشركة الدولية فارماكير الذين أشاروا الأهمية التنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية حيث أن السكت الدماغية تمثل إحدى تحديات الصحية محليا ودوليا فعالية اليوم هذه كانت فعالية مشتركة بين جمعية أطباء القلب وأطباء القلب وأيضا الأطباء العصاب المخ والعصاب واللقاء هذا جمع مجموعة الأطباء المهتمين بتقديم الرعاية الطبية لمرضى القلب ومرضى الجلطات الدماغية وطبعا هذه حالات من الحالات المنتشرة كثير واهتمام هؤلاء الأطباء في هذا المجال أصبح كثيرا وأصبح يعطي الأفق لتطوير خدمة تقديم الرعاية لمرضى الجلطات الدماغية أو السكتات الدماغية اللقاء العلمي الثاني تضمنوا محورين علميين المحور الأول بعض شكال السكتة الدماغية وأيضا المعايير الدولية لعلاج المرض كما تضمن المحور الثاني علاقة السكري بالسكتة الدماغية وبعض حالات المرض بدون شلال حركي والسكتة الدماغية المهدية وفي الحافل تم استعراض فيلم قصير عن الشركة الدولية فارما كيرم وشهدات الفعالية حضور متميزا ومنقشات مستفيدة نحن نقوم بالدعم هذه التجمعات العلمية الندوات المؤتمرات وإن شاء الله نكون قدمنا الصح وفي الفترات القادمة نكون من الدائمين الرئيسيين سواء في المؤتمرات العلمية أو في الندوات في كل تخصصات الأطفال أو النسائية أو منخ العصاب أو تخصصات القلب جميع تخصصات إن شاء الله وشهدات الفعالية حضور متميزا ومنقشات مستفيدة أكست مدى اهتمام للطباء بمستقدات الشخيص وعلاج السكت الدماغية وفي نهاية اللقاء العلمي تم توزيع الدروع التكريمية على المشاركين في الحافل من قبل الدكتور محمد السعدي رئيس جميع طب القلب والدكتور أمجد عبد العظيم المشرف الدولي شركة فارما كير حضر الفعالية عدد كبير من طب المخ والعصاب والقلب والبطنة وجراحة المخ والعصاب وجراحة الأوعية الدموية وطب الدراسات الأولية القدر بالذكر أن هذا اللقاء العلمي ضمن الأنشطة الشاركية بين طب القلب وطب المخ والعصاب في عدن وضمن التحضيرات لتنظيم مؤتمر كارديو عدن الخامس خلال متصف يناير القادم انصر بجليل قناة عدن فضائية من العصم الموقعة عدن